القراءة العاطفية سوف نبدأ بالعزاب الذي نحن دائما نهملهم نركز على المنفصلين دعونا نرى للعزاب هل هناك فرصة جديدة أم لا او في شخص قديم ممكن يظهر على حسب اذا بالنسبة للعزاب لبرج الدلو اول كرت حلو ثاني كرت حلو بالطاقة الماضية كنت شاعر بوهم اللي هو وهم السعادة كنت عم تشعر انك سعيد بس فيما بعد اتضح لك انه هاي مش سعادة حقيقية ومش هذا الحب الحقيقي اللي ممكن انه اتكمل فيه لكن في البداية كنت كتير مخدوع وعايش في عالم اتضح لك فيه ما بعد انه لا هذا العالم وهمي وانا يعني مشيت علي ومشي علي المقلب وكذا يعني فانجرحت كتير في هاي الفترة الماضية عم بشوفك بتكون سعيد فيه خبريات حلوة فيه شغلات كتير حلوة عم تسمحها واكنه ممكن يكون فيه شخص ممكن من طرف صديق ممكن صديق مثلا يكون هو الواسطة بينك وبين هذا الشخص لانه ما عنده هاي القدرة او الجرأة انه يبلش في العلاقة او يعني يحدد حتى نوع العلاقة مش عارف شو بدي يحكي لك بس هو بدي اياك يعني مبين انه كتير عاجب وكتير حابب انه ياخد خطوة لكن هذا الصديق عم بيساعده اذا للعزاب فيه احتمالية كبيرة من صفات هذا الشخص ممكن تكون الابراج مائية هوائية اكتر اشي يعني طاغي على الوراء ناري ممكن يكون هذا الشخص من برج ناري عم بيكون اللي هو مش متهور عم بيكون بياخد قرارات كتير في حياته وبيندم على بعض القرارات فما عم يكون حكيم بما فيه الكفاية لحتى ياخد قرارات كبيرة او ما عنده هداك النضوج او مش كبير بالسن ممكن تكون هاي من صفاته شخص مش طويل ولا قصير يعني مظهر كتير حلو لا نبين فيه شخص بالطريق فيه عنده كل الادوات لحتى يكفي حياته ويبلش يفتح بيت وكذا فهو بس هيبلش من الصفر معاك يعني ما هيجي يقولك انه خلص نتزوج لا حيبلش معاك من الصفر يتعرف عليك فمش عارف انا شايفي هذا الشخص انه مناسب وحلو لبرج الدلو اذا ممكن يكون برج ناري او مائي هذا الشخص خلينا نشوف للمتزوجين من برج الدلو لبرج الدلو للمتزوجين عم بتكون المرأة من برج الدلو عم تتهتم زيادة عن اللازم في الأولاد وفي البيت على حساب الزوج النساء فهذا الشي عم يزعل الطرف الثاني منها وعم بيحاول انه يوصل لها معلومة انه خففي شوي اهتمي فيه شوي بس هي كتير عم هذا الشي ليش عم بيصير لانه بيين عندي انه ايش هي تهتم بتفاصيل التفاصيل اللي هو بدها تتقن كل شيء بدها كل شيء مثالي مليون في المية الاولاد بدها يكونوا دراستهم كتير واو يعني بدها كل شي مثالي فهذا الإشي كتير بياخد وقت منها على حساب أنه تهتم في حالها وفي الطرف الآخر طبعاً هاي كانت الطاقة الأديمة عم بشوفه بيلمح الزوج وأكنه في وأكنه أنه حاب أنه يكون في تغيير بهاي العلاقة وتجديد في أشخاص عم ينغصوا عليكم حياتكم ممكن حياتكم الزوجية لكن الزوج عم بيكون كتير قوية شخصيته وما عم يحب بيكون في ناس تتدخل فعم بيكون كتير صارم في الموضوع في حمل ممكن يكون في احتمالية حمل لكن مش كتير كبيرة 60% للناس المتزوجين اللي عم ينتظروا حمل في حمل بس شهر تموز 60% بعد شهر تموز ممكن تعلى هاي النسبة لأنه في طفل في رضيع يعني في القراءة لكن هو مش جنيني يعني هو رضيع فممكن يكون في بعد شهر تموز بالنسبة للمرتبطين اللي مش متزوجين واللي مش تاركين مش منفصلين اللي هما مع بعض وعلى حب وعلى علاقة متواصلين فخلينا نشوف ايش نوايا الحبيب نوايا الشريك نوايا الشريك لبرج نوايا الشريك يعني في ضبابية بهذا الكرت شوي ضبابية يعني وكأنه مش واضحة عنده الأمور للسماء التضحات هو ضايع بين قرارين أو أنت ممكن تكون العلاقة القراءة عكسية ففيه عم بختار شخص من تنين فيه إمكانية تكون علاقة ثلاثية يكون موجود لكن ضعيفة وكأنه ما إلها أهمية عم بشوفك يعني وكأنه أنت منتصر على إما طرف ثالث أو على مجموعة من الناس عم بتوقف بينكم وبين بعض هل في زواج مثلا ممكن يكون زواج فيه احتمالية أن يكون فيه زواج لكن مش فيه تموز لكن حد تحسي حالك أو حد تحسي حالك في هاي الفترة كتير مرتاح نفسيا من ناحية الشريك هو عم يطاومنك فيه تصرفاته عم يعمل لك شغلات حلوة كتير خلال هاي الفترة عم بيغار عليك بشكل كبير أنت عم بتكون مبسوط في هذا الموضوع هذا الشخص كمان يعني رح ياخد القرار وهو عم يدرس الموضوع بأكتر من طريقة فهو بطيء فيه اتخاذ القرارات لكن أنا شايفه بوادر خير يعني لحديث الآن يعني شغلات حلوة عم تطلع بيّن عندي أنه معجب فيك من ناحية أو فيك من ناحية الشخصية أكتر شخصيتك عم تعجبه أو عم يحس أنك أنت عم تكملي له شخصيته عم بتكونوا متكاملين هو هيك عم بيحس أكتر شي بالنسبة إذن للمرتبطين خلينا نشوف المنفصلين إن شاء الله تكون كمان قراءة حلوة للمنفاصلين اللي تعبانين لهم فترة إذن للمنفصلين أو المطلقين في اللي هو للمنفصلين في أبراج اللي على العلاقة مع أبراج ترابية أو مائية أو هوائية هدول الأشخاص يعني العلاقة عم تتحسن شوي شوي ولكن فجأة الحبيب رح يخطر على باله إنه يكلمك فهو ممكن يتصل فيك ومش عارشه بده يحكي خلص بس بده يتصل وبس بده يرجع عم بيكون في حاشتك كتير هاي الفترة حزين مشاعره إنه حزين كتير في ندم شاعر إنه هو ظلمك في مرحلة من المراحل وإنت كمان يعني ما أصرت أنت يعني ما سكت له يعني كان في أخده عطى كان في مشاكل من ناحيتك ومن ناحيته لكن عم بيحس حاله إنه هو ظلمك أكتر فعم برجع عقله لراسه بالأخير وعم يبطل يكون اللي هو محتار رح ياخد قراره ومبين فيه رجوع رجوع حلو رح يكون من نوع آخر رجوع اللي هو مفرح ومفاجأة رح تكون وهو رح يفاجأك بموضوع تاني يعني فيه موضوعين على الطريق مع بعض الرجوع زائد الشغلة التانية فعم بشوف كتير ورع حلو فيه فرصة للرجوع فيه مراقبة من الطرف التاني فدير بالك يعني يمكن يفهمك غلط أو كذا يعني ممكن تكون تحكي مع زميل أو كذا فهو يفهمها غلط يصير بده يتراجع فكون كتير هاي الفترة مهتم بتفاصيل علاقاتك أكتر إشي هذا ببين إذن ورق إيجابي مية بالمية خلينا نشوف إذا في نصيحة ممكن نقدمها لبرج الدلو حبايبي اللي أنا بموتها لكم من أكتر الأبراج الأريبين لقلبي برج الدلو خلص بحبهم هيك لله في الله هم بنحبوا بصراحة يعني بستاهلوا بستاهلوا كل خير و إذا إذا في نصيحة خلينا نأخذ نصيحتين أو نشوف إذا الورق عم يعطينا نفس النصيحة أو نصيحة مختلفة عم بيقول لك كتير كون حذر بالفترة الجاي لكن تطمن عم بيطمنك عم بيحكي لك الحظ معاك هذا الشهر مية بالمية رح تسمع أكتر من شغلة بتفرحك رح يصير عند الأعداء مشكلة كبيرة أو يعني فيه انتصار فيه عم تنتصر على حد الظلمك على مجموعة يمكن تكون من الناس على الأرجح عم تستعيد قوتك وكرامتك من بعد ما هدول الأشخاص حاولوا أنهم يعني يأثروا عليك بطريقة من الطرق ف عم بيطمنك الوراء أنه كذا كمان عم بيحكي لك أنه فيه عندك يعني لازم تعود مع حالك أكتر لازم تعطي لحالك وقت من الراحة أكتر اهتم بنفسك وبصحتك يكفيك اهتمام كتير بالأولاد بالأطراف التانية اهتم بحالك اهتم بالطرف المقابل اه لأنه إذا أهملتوا أكتر من هيك ممكن تخسروا فهاي كانت النصيحة الأولى خلينا نشوف النصيحة الأوراق اه التانية اه 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 اكتر الوراء عم بيحكيلي انه كون صارم واتخذ اه قرار اه عم بتأجله اليك فترة طويلة او مشروع عم بتأجله لفترة طويلة فبحكيلك اتحرك خلص هلأ الحظ معك في فترة تانية ما بتعرف شو اه بيصير هاي كانت اذا النصيحة من الوراء وبتمنى لكم حبايبي كل الخير بهذا الشهر شهر اه